صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث التي سوف تكون منقصمة إلى جزئين جزء متعلق بالأزمة الحكومية أزمة تأليف حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري مع كل تفاصيل وشياطين تفاصيل التأليف بالإضافة إلى شق آخر متعلق بالانتخابات الأمريكية الأخيرة وما هو مرتقب من سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سواء للداخل الأمريكي أو أيضا في السياسة الخارجية الأمريكية وضيفنا سوف يكون سفير لبنان سابقا في واشنطن عبدالله أبو حبيب وفي انتظار وصوله ننتقل مباشرة إلى كلارا وموجز لآخر وأهم الأخبار شكرا لك كاترين أهلا بكم وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اختتم زيارته إلى لبنان بلقاء رئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله مدير عام شركة تحسين الخياط القابضة كريم الخياط وكريمته نائبة رئيس مجلس إدارة الجديد كرم الخياط اللقاء الذي جرى في فندق فنيسيا جرى خلاله البحث في آفاق زيارة الموفد القطري إلى لبنان والمستجدات المحلية والإقليمية وبعد اللقاء غادر الوفد القطري بيروت متوجها إلى البحرين لحضور مؤتمر مجلس التعاون الخليجي وقد غرد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قائلا يهمنا أن نرى لبنان مزدهرا وينعم أهله بالأمن والاستقرار وأضاف أن زيارته اليوم تجدد التأكيد على استمرار دولة قطر في دعم الشعب اللبناني الشقيق وشدد على أن مبادئ قطر الثابتة تجاه لبنان وشعبه دفعتنا للوقوف إلى جانبه إبان الاشتياح الإسرائيلية عام 2006 وإعادة أعمار الجنوب واتفاق الدوحة عام 2008 وكان الموفد قد أكد أن بلاده ستستكمل دعمها للبنان والحكومة متمنيا أن يتبع القرار الشجاع الذي أنهى الفراغ الرئاسي بقرار الذهاب إلى تشكيل الحكومة فيما اعتبر الرئيس سعد الحريري أن الحراكة الخليجية إلى لبنان يعني أن الخليجة منفتح باتجاه العودة إلى لبنان وقال غيمه مرت استفز منظر الجدار الإسمنتي الذي يشيد حول مخيم عين الحلوي كثيرين ونقلت صحيفات الأخبار عن مسؤول أمني رفيع في معرض الإجابة عن سبب بناء الجدار أن جدار عين الحلوي شيدته الفصائل الفلسطينية بتخاذلها مشيرا إلى أن الغاية من بنائه حماية المخيم من تسلل الإرهابيين وقال أن الأوضاع الأمنية المتردية في المخيم أدت إلى المضي في قرار بناء السور وبالتالي يكون المطلوبون هم الدافع الرئيسي ونقلت الصحيفة عن المرجع الأمني قوله المعادلة سهلة أمام الفصائل الفلسطينية سلموا الإرهابيين يزال السور وأضاف لماذا لم نبني سورا لتسييج مخيمي الميومي والرشدي لأن اللجان الأمنية تسلمنا أي مطلوب يتورط في عمل أمني أقفل المياومون صباح اليوم البوابة المخصصة لدخول المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بالسلاسل الحديدية مانعين الموظفين من الدخول إلى المؤسسة وقد نقلت البكالة الوطنية أن مفاوضات تجري بين القوى الأمنية والمياومين في شركة كهرباء لبنان لفك الاعتصام وفتح أبواب الشركة أمام المواطنين في تركيا قتل شخصان وأصيب 16 آخرون جراء تفجير استهدف مقر حاكم أضنى جنوبي البلاد صباح اليوم ورجحت وسائل الأعلام أن يكون التفجير ناجما عن قصف المقر بصواريخ لكن السلطات لم تعلق حتى الآن على أسباب التفجير وذكرت تقارير إعلامية أن التفجير استهدف مقر الحاكم الإقليمي وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تواجه السلطات في فلسطين المحتلة حرائق ضخمة اندلعت صباح أمس في المناطق الحرشية غربي القدس المحتلة وبالقرب من بلدة أبوغوش وأتت على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب القدس وأفدت وكالة معا للأنباء بأن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون حيث يكافحها رجال الإطفاء الإسرائيليون في محاولة منهم لوقفها رغم الرياح التي تعرقل عمليتهم ودفعت هذه الحرائق إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج وإصدار نداء مساعدة من الدول الأخرى وطلب رئيس الوزراء من يمين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق ترجمة نانسي قنقر بهذا نأتي إلى ختم الموجز فاصل أعلني قصير نتابع بعده الحدث مع كاترين حنة رحبكم من جديد مشاهدينا وضيفنا في هذه الحلقة السفير عبدالله أبو حبيب لم يصل بعد إلى السيديو بسبب زحمة السيل لذلك ساستثنائيا ننتقل إلى كلارا من جديد مع فقرة الصحف على أن نبدأ الحوار بعدها شكرا كاترين من جديد أهلا بكم ونبدأ الصحف بالجمهورية التي كتبت في المنشات إيجابيات على خط التأليف لكن الحكومة ما زالت معلقة بحبل العقد تقول الجمهورية في معلوماتها أن أجواء الخلوتين بشكل عام اتسمتا في الجانب الشخصي بمجاملات رئاسية وودية بمنسوب عال وأما في الجانب السياسي الحكومي فكانت الإيجابية قاعدة للنقاش تتحدث الجمهورية عن خلوتين كل من رئيس الجمهورية وأيضا الرئيس بري وأيضا رئيس الحكومة مع الرئيس بري وتشير الجمهورية فيما بدأ الارتياح إلى نتائج هذه الخلوة شاملا كل الخطوط الرئاسية خصوصا أن غيوم الاجتباك الرئاسي الأخير تبددت بالتالي لا ارتدادات أو تداعيات له على حد تعبير مصادر رئاسية قال بري للجمهورية أن لقاءه مع عون والحريري كان طيبا وتحديدا اللقاء مع رئيس الجمهورية الذي كان منيح كثير وقد أكدت المصادر أن حقيبة العادل حسمت لرئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جملاط فيما يجري البحث حول وزارات الطاقة والاتصالات والتربية علما أن الرئيس المكلف سعد الحريري سبق وأكد أن وزارة الاتصالات تصند إلى المستقبل كما أن رئيس حزب المرد النائب سليمين فرنجي رفض وزارة البيئة وقد أكد بري أن منسوبة الإيجابية أعلى من السلبية التي تكمن فقط في بعض التفاصيل وأبدى تفاؤله بتشكيل الحكومة وجدد تمسكه بوزارة الأشغال إلى صحيفة الأخبار التي عنوانت في المنشات العونيون يهددون الحكومة قبل نهاية الشهر وإلا تراجع قوتي جديد الأشغال من حصة بري تقول الأخبار استبدال الأشغال بالصحة أو بغيرها من الحقائب للقوات لم يؤدي إلى تدليل كافة العقد التي تحول دون تأليف الحكومة ما دفع رئيسي الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى التهديد بأن أمام القوى السياسية أسبوعا واحدا للاتفاق وأعلان الحكومة الجديدة استنادا إلى مصادر التيار الوطني الحر وإذا ما انقضت مهلة السبعة أيام بدون نتيجة فسيطر صرف الرئيسان ومن ضمن الخيارات فرض تشكيلة وفق الصيغة التي يريانها مناسبة لكن مصادر قريبة من الرئيس الحريري تنفي الحديث عن مهل العقدة الرئيسية باتت متصلة بحقيبة تيار المرادة وعلى الرغم من كلام الوزير باسيل عقب اجتماع تكتل تغيير والإصلاح بأنه يرفض وضع ذيته على أحد إن كان على مستوى التمثيل أو نوع الحقائب فأن مصادر التيار الوطني الحر أكدت أنه لا إمكانية لإعطاء النائب سليمين فرنجي سوى حقيبة الثقافة فهذه هي حصته على قاعدة إبقاء القديم على قدمه وترى المصادر نفسها أن كل حقوق الرئيس بري ومطالبه تأمنت وإذا أراد أن يمنح المرادة حقيبة وازنة فليمنحه إياها من حصته لا من حصة الآخرين وقالت المصادر سنمنح بر المزيد من الوقت من دون أن نضغط على أحد لكن الوقت ليس مفتوحا وتعاول مصادر التغيير والإصلاح على دور سيؤديه الرئيس الحريري لتجاوز عقبة حقيبة المرادة وبالنسبة إلى تيار المستقبل يحاول الحريري إسناد التربية إلى فرنجي الذي يرفضها إضافة إلى رفض قاطع من التيار والقوات هذا فيما تقول مصادر الوطني الحر إن عون أبلغ الحريري بأن التربية من حصة رئيس الجمهورية أو تكتل تغيير والإصلاح وكان عون قد تلقى رسالة من الرئيس المكلف مضمونها أنه لا مجال لاقتطاع حقائب من حصة تيار المستقبل وإسنادها إلى أي فريق آخر أما على الطرف الآخر فلن تقبل حركة أمل بأقل من حقيبة أساسية للمرادة الذي يعتبر أن المفاوضات حول التربية أصبحت وراءه وقد جزمت مصادره للأخبار بأن حقيبة الأشغال حسمت لمصلحته في حين أن مصادر بري تؤكد أن الأشغال ستكون من ضمن حصتنا وبرأي مصادر بري فأنه بعد تدليل عقبة حقيبة تيار المرادة يبدأ البحث بيننا حول إمكانية تبادل الحقائب بيننا وبين فرنجي أمام كل هذه التعقيدات لا تجد مصادر 8 أذار من حل سوى اعتماد صيغة 30 وزير التي يرفضها الحريري لأنه لي نال منها سوى الفتاة والمفاجئ بالنسبة إلى حركة أمل أن يرفض التيار العوني تشكيل من 30 وزير رغم أنها ترفع من حصته ومن حصص حلفائه ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت عن هذا الموضوع لفت مصدر مقرب التقى رئيس المجلس نيابي نبيه بري للشرق الأوسط إلى أن الرئيس بري متفائل بقرب إعلان ولادة الحكومة مراجحا أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي هذا المصدر أشار إلى أن هناك عقدة بسيطة شبهها بري بالقشة تعيق التشكيل حتى الساعة وهي عقدة لدى الفرق المساحيين يتعين على رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حل حالتها وأوضحت هذه المصادر أن تيار المرد من جهته يتمسك بوزارة من تلاتي الاتصالات أو الطاقة أو الأشغال وأن المسعي متواصلة لإقناع المرد بوزارة أخرى وأيضا أكدت المصادر أن عقدة الوزير الشعي الذي كان يفترض أن يكون من حصة رئيس الجمهورية تم تجاوزها مضيحة أنه سيكون هناك وزير سني من حصته مقابل وزير مسحي من حصة الحريري في هذا السياق قالت مصادر في التيار الوطني الحر أن توزيع الحصة المسيحية أي الوزراء 12 من أصل 24 على الأحزاب والقوة بات محسوما لجهة حصول التيار على 3 وزراء القوات 3 رئيس الجمهورية 2 باعتبار أنه سيسمي وزيرا سنيا من حصته التشناق على وزير واحد كما الكتائب وتيار المردة وتيار المستقبل وأشارت المصادر إلى أن ما يؤخر إعلان التشكيلة إصرار البعض على رفض إعطاء القوات 3 وزراء وهو أمر محصوم بالنسبة لنا وقد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين عون والحريري نتوقف في الشرق الأوسط عند خبر لافت وهو غسان شربل رئيسا لتحرير الشرق الأوسط تقول الشرق الأوسط أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قرارا بتعيين الأعلامي لبناني غسان شربل رئيسا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط وذلك ابتداء من 24-22 نوفمبر عام 2016 نشير إلى أن غسان شربل كان رئيس تحرير جريدة الحياة منذ عام 2004 نختم مع السفير وعيون السفير تردد أن اسما أرثوذكسيا محسوبا على حزم مسحي طرح للتوزير ولكن تبين أنه يواجه دعا ومالية في دولة خليجية كبرى أيضا في عيون السفير قال قيادي حزبي أنه من غير المستبعد أن يبادر مرجع رسمي في آخر لحظة إلى إخراج قلم الرصاص ليخط على مسودة مرسوم التأليف أسماء جديدة توضع محل أخرى إلى جانب الحقائب المحسومة له وأيضا في العيون يتردد أن نجلة مرجع إسلامي راحل سيتحالف في الانتخابات النيابية المقبلة في طرابلس مع قيادي متمرد على مرجعه السابق في السفير أيضا كتب محمد بلوت طلاء عسكرية مصرية في سوريا يقول بلوت طلعت قوات مصرية في سوريا القفزة الصغيرة التي تحتاجها العلاقات السورية المصرية كي تعود إلى طبيعتها والتي تحدث عنها قبل أربعة أيام وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد تكون حدثت وتنتظر تكريسا قريبا مع وصول ديبلوماسي مصري رفيع إلى دمشق قد يكون وزير الخارجية سامح شكري أو أحد كبار مساعده فالمصريون توقفوا عن مراقبة ما يجري في سوريا دون أن يتحركوا وقرروا الذهاب أبعد من استطلاع ما يجري على جبهة الشام ومجالهم الأمني القومي إلى الانخراط تدريجيا في سوريا يقول محمد بلوت منذ الثاني عشر من هذا الشهر تعمل في قاعدة حمال جوية وحدة مصرية تضم ثمانية عشر طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص وليس مؤكدا أن الطيارين المصريين قد بدأوا المشاركة أم لا في العمليات الجوية لكن انضمامهم إلى عمليات قاعدة حماة واختيار الطيارين من بين تشكيل الحوامات المصرية يعكس قرارا مصريا سوريا بتسريع دمج القوى المصرية لأن الجيش المصري لا يزال يملك برغم أمركة أسلحته الجوية الواسعة في الثمانينيات أسرابا من ستين مروحية روسية من طراز ميتماني تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أيضا في السفير هذا كان كل شيء في جولتنا لهذا اليوم على الصحف عودة إلى كاترين حنى وضيفها شكرا لأليك كلارا من جديد مشاهدينا برحب فيكم وصار فينا رحب بضيفنا ساعة سفير عبدالله أبو حبيب سفير لبنك سابقا بواشنطن أهلا وسهلا فيك قلنا أنك تخرط طبعا لأنه كنت يعني السير مفتوح كانت في أزمة السير على طريقك لهون مش مشكلة رح نباشر دغري مباشرة الحوار معك ساعة سفير قلنا بالبداية أنه رح تكون الحلقة من قصمي لها شئين شيء متعلق بالأزماتنا الداخلية طبعا هلأ صار عندنا أزمة أساسية أزمة تأليف الحكومة وشيء متعلق بالنتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة وما هو مرتقب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الداخل الأمريكي وفي السياسة الخارجية نبدأ من الداخل السؤال الكبير من يعرق الانطلاقة عهد الرئيس ميشيل عون لا لا هيكي سؤال محرج من الأول هيكي لكن كل كترة سياسية معودة من سنة 92 على تقاسم هذه الجبنة وما رح تتخلى عنها كلهم كلهم بس عم بأصموها ما عم بيرضو يمكن في شقفة جبنة بتكون مغزية أكتر من الثانية أو شيء طبعا طبعا فيه ما هنم أصمينا أصمو وزارات سيادية هذي البرستيج لا ما فيها شيء اسمو إلا طبعا المالية فيها كونترول بعدين فيها الرئيسية هذي فيها غزة غزة منية بعدين أنه ماشي الحال فلا الكترة ما غيرت بعد طريقتها بالعمل السياسي يعني ما فيه تغيير لا فيه إصلاح ولا فيه تغيير بعد بس هذي يعني ضربة للعهد الجديد لأنه كل الأمال كانت أنه إصلاح وتغيير عهد جديد أمل أمل بحقه بجديد و أسلوب جديد يعني بالمقاربة السياسية اللي عدت حكيه مضبوط لكن فيه شيء أنه نحن بعدنا بعم برلمان سابق منتخب سنة الـ 2009 مش منتخب سنة الـ 2013 يعني ما أنه قريب لل كان لازم ينتخب سنة الـ 2013 و سنة الـ 2014 نتخيب رئيس ولو انتخبناه للمجلس لو ما صارش فيها التمديد هيدا لكننا انتخبنا رئيس سنة الـ 2014 لأنه مجلس دين ما حدا عنده عذر ما ينزل وينتخب رئيس في هذا المجلس لكن التمديد هو أصل العلة هو وبعدنا نمشين فيها بعده مجلس الـ 2009 ولكن هلأ يلي راح يكونوا بهالحكومة يعني هن يلي راح يقروا القانون الجديد يلي راح على أساسه تجرى الانتخابات المقبلة فبالتالي هل من أمل بأنه هذه الأطراف السياسية نفسها تتفق على قانون لا يعيدها هي نفسها إلى الحكم وإلى السلطة لكن صعب بعد استحقاق المقبل يعني هلش هيك عم نقول أنه الأمر لا يبشر بالخير اللي عم تحكيه مصبوط اللي بدي أقوله أنا أنه إذا ما عملوا أنون انتخابات جديد هاللي حقيقة بيعطي تمثيل حقيقي راح يصير فيهون متل ما صار بوقت البلديات الكل راح يصير فيه ثورة قوية هالمرة بالانتخابات بيه حتى بإنون الستين أزابئة ومتل ما صار متل ما بيصير بأوروبا وبيأماركا يعني ببيأماركا شفنا هاللي صار بأوروبا عم نشوف هاللي بده سير كل الناس كلها غضباني على المؤسسات على الاستبلشمنت يعني على آلية الحكم على التكتلات الموجولة إذا ما عرفت كيف تدارى الأمر وتعمل إنون انتخابات جديد مبني على النسبية حتى كل واحد يطلع له حقه أنا بفكر فيه حقيقة فيه ثورة هالثورة بتكون بالاقتراح بالاقتراح حتى ولو يعني بقانون الستين حتى لو كامل الستين تنجح هذه الثورة برأيك أو إن القانون يقيد أي إمكانية للتغيير أو للثورة على السلطة لكن رح تبين إنه في ثورة قوية في معارضة قوية لهالنهج هيدا وهالمعارضة هيدا أنا مأكد إنه العهد هو مع هالمعارضة لأن العهد بده قانون جديد وبنر إنه نرجع نبدأ عن جديد ما فينا نكمل متما كنا من ستتنين وتسعين هلأ رحنا على موضوع الانتخابات أنا كنت رح أحكي فيه طبعا بعد شوي بتفصيل ومع قانون الانتخابات ولكن يعني كنا سألنا بالبداية من يعرقل الانطلاقة لأنه يعني يبدو وكأنه نسمع عن إيجابية معينة وإذ باليوم التاري تبرز عقبات جديدة كلما حلت عقدة تبرز عقدة أخرى مشان هيك يعني صار فيه ظن أو فكرة أنه هناك من لا يريد لهذا العهد أن ينطلق بقوة هناك من يريد أن ربما يعرق العمارية التأريف الحكومة أو يؤخرها بشكل يسيء إلى صورة هذا العهد لكن ما بعتد يعني فيه ناس من إزيوا من انتخاب الجنرال عون رئيس الجمهورية وبيلعبوا كم لعبة بسيطة صغيرة لكن بفتكر القوة الأكبر لأي لتجنرال عون بتدعم من حزب الله القوات للمستقبل كلهم بدون نياه ينجح لأنه عدم نجاحه أو عدم انطلاقته مش نجاحه عدم انطلاقته هذه بتكون شي خطر على البلد ككل نعم بس الترجمة كيف يمكن أن تكون ترجمة هذا الدعم وهذه الإرادة بنجاح العهد خلينا ندخل هون على مسألة التأليف الحكومي ما نراه ونلمسه كل يوم من خلال الكلام عن حقائب وتمسك بحقائب معينة فيتويت على أسماء فيتويت على حقائب وعلى أحزاب وعلى أطراف هل هكذا يترجم الدعم؟ لا ما أقول الدعم مش مشروط وما في دعم من دون شرط كل كتلي عنده مصلحة بده وعنده هدافة اللي بده تحققها من خلال هالوزارة هذه اللي أقول بالأخير بده تصحص صحية لأنه مثلا خلينا نحكيها المفتوح أنه حزب الله حزب الله معها ما بيترك تحالفه أو تفاهمه ومش تحالفه مع الجنرال أو مع الطيار الوطن الحر ولكن يبدو بعيدا في هذه المرحلة معا بيدخل أنا معي معا بيدخل وأنا بعتبر أنه المشكلة الأساسية هي بالأحديات صار في عنا أحديات بكل الطواف بتسميها ثنائية لكن حزب الله وأمل واحد القوات والطيار واحد المستقبل واحد لحاله بس مش هيدا هي مشكلة برأيك ساعة هيدا هي مشكلة بدك أنهم يخرق تعددية بكل طايفة إذا ما وصلنا لها بنا نضال تعرق الماشية صحيح ولكن هون نحن هلأ أمام هيدا القانون وهيدا الواقع اليوم المشكلة بحسب ما نقرأ بعض التحليلات بهيدا الثنائيات اللي عم تتحول لأوحديات اليوم لما بيكونوا طيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واحد البعض يرى أن هذا الأمر يزعج حزب الله ويزعج الرئيس برأي أن تكون أيضا حزب الله وحركة أمل واحد أيضا هذا الأمر يعني أن العقبات التي يضع الرئيس برأي في وجه التأليف متفق عليها مع الحزب يعني إذا بدنا نحكي بطريقة منطقية يعني الأحدية يفترط بالإنتخابات الرئاسية لقينا أنه حزب الله وأمل ما كانوا بذات الخندق كانوا مختلفين كل واحد محل نجعلوا تتفقوا بتأليف الوزارة لا ما بدهم خلاف شيعي شيعي خافوا يمكن حزب الله من خلاف شيعي شيعي قالوا له لرئيس برأي ماشي بلش للأسف للأسف أنه بلش الرئيس برأي مثل كأنه بنحط شروطه على العهد كل كتلة إلى شروطها أصلا وقال لكم من قبل يعني قال للرئيس ميشيل عون قال له أنه الجهاد الأكبر رح يكون بعد الانتخابات الرئاسية وهذا اللي عم نشوفه هلأ يعني واضح أنه في مشكلة كبيرة بعملية التأليف من دون شك يعني بلأ يعني لازم تكون كانت بالدبلوماسية شو يعني دبلوماسية منحك مع بعض أنا بدي هالشروط مش منحكيها على العالي مش منحكيها على صف يعني ما كان فيها لا دبلوماسية لا اتيكات ولا فيه أنه لأ حزب الله هو فيه عنده تفاهم مع الطيار فإذن أوكي ما فيه تفاهم مع القوات ما فيه تفاهم مع أمل من كل جهة لكن فيه تفاهم أصلي ما بين هذا التفاهم وغيب هذا التفاهم ما بعرف قديش رح يضلو غايب بس لغاية هلأ ما شايف أنه موجود التفاهم الأول صاري الطيار وحزب الله ما أنه موجود بس هذا سؤال كبير كمان هذا سؤال كبير لماذا يغيب هذا التفاهم اليوم عن مشاورات التأليف أو بشكل آخر إذن ما نسأل السؤال وكأنه حزب الله تخلى عن العماد عون وكأنه يريد أن يفهمه بأنه مهمتنا انتهت فور انتخابك رئيسا للجمهورية واليوم نحن غير منزمين بأي تفاهمات أي اتفاقات يمكن أن تكون قد يعني عقدتها قبل وصولك إلى بئاسة الجمهورية مع الأفريقاء الآخرين من دوشك حزب الله ما بفتكير حزب الله راضي عن اتفاق بين جنرال والطيار القوات والطيار منذ البداية لم يكن راضيان أو اليوم ما بلش بدوية ترجم يعني حقائب بعد المنزل البداية ما حدا كان عارف ديش مدى هذا التفاهم بالثنائية المسيحية طبعا انت ما بدك ما بدك يا هالتفاهم لازم ما تعمل تفاهم بين الثنائية الشيعية عندك ثنائية عندك حزبين من درشك متما عند المسيحية عندهم حزبين وديك أكثر من حزبين المسيحية وديك عندك على قلق مين حزبين اللي بتخلق تفاهم هذي حتى حافز على حالي أنا بدي أخلق هالتفاهم هيدا هيدا الأسف اللي صاير هيدا الأسف اللي عرقل لكن مش معنات العهد ما عنده قدامه أي شي جديد بس كيف بدأت تنحل هيدا الاشكال إذا كان يعني حزب الله منزعجا من اليوم التفاهم القوات العوني وكيف رح يترجم من حكومة يعني لا عم نسمع أنه حزب الله غير راضي بأن تنال القوات كل هذه السلطة يعني من خلال حقائب معينة وعدد حقائب حتى يعني إظهارها بشكل مساهم أساسي بانتخاب الرئيس وبالتالي هناك ثمن سياسي ستقبضه القوات في العهد الجديد كل هذا لا لا يرضي حزب الله كيف يمكن أن تكون ترجمة عدم الرضا هذا ما بعرف كيف بدأت ترجمة إذا ما تدخل حزب الله بالوقت المناسب أنا أعتقد ما فيه قدام رئيس جمهوري ورئيس المكلف إلا أن يعملوا حكومة تكنوكراطية تمثل الجميع تكون صغيرة من دون أي أبهات وكذا مهمتها أنون جديد للانتخابات طبعا الاستقرار وكذا مع استمرار الانتخاب ليس استمرار الانتخاب بالوقت المحدد بعد انتهاء بعد هلأ فيه إمكانية نرجع لحكومة التكنوكراط برقيات يعني من بعد ما كانت كل المشاورات حول حكومة وفاق وطنية حسب مقال الرئيس المكلف سعد الحريري وفتنة بحكومة ثلاثينية بعدين حكومة 24 هل مازال بالإمكان العودة إلى الوراء إلى اقتراح مختلف كليا عن مسألة المخاصصة والتوزيع من رجوع للوراء يعني بالعكس رجوع قدام أنا بعت حكومة التكنوكراط هي أهم من حكومة أحزاب ومصالح لم أعقل رجوع إلى الوراء بمعنى أنه هي أسوأ لا رجوع إلى الوراء بمعنى أنه المشاورات أصبحت بمرحلة متقابلة جدا بالحكومة الوفاق الوطن فشلت المفاوضات شو نعمل نعمل الانتخابات عادة عادة بكل العالم ويصير فيه هيك تعقيد بالتأليف الوزارة نعم بحلوا المجلس وبيدعوا لانتخابات نحن المجلس تقريبا يعني بنتنتهمتوا بالربيع الجه وفي مجال صغير بس من أجل أنه نعمل أنه الانتخابات جديد المهم أنه يمشوا الجميع بأنون انتخابات جديد المهم أنه الرئيس المكلف أنا بعرف أنه الرئيس الجمهوري يبدو أنون انتخابات جديد ومبارح تيار الوطن الحر بإنسان رئيسه البنى أنون انتخابات جديد المهم أنه الرئيس سعد الحريري يكون بدو أنون انتخابات جديد وبيصير انتخابات وخلاص من دون من حل هذا المجلس نعم هلقد يعني العقبات المستعصية على الحل اليوم الموجودة يعني بحكومة الـ 24 أو بحكومة الـ 30 إنه يقال إنه بعد في عقدة الوزير سليمان فرنجية عقدة تمثيل المرضى إنه هيدا هي العقدة المتبقية إذا حلت ترجع بتتوزع بقية الحقائق بطريقة قريبا صارت محسومة هل هذا صحيح وإذا كان هيدا العقدة ليش ما بيسهل الرئيس ميشيل عون بهالموضوع كمان هو عنده فيتو بهذا الإطار لا ما بعرف إذا عنده فيتو ما عنده فيتو ما بعرف أنا ما عندي أي اتصال من هالناحية حتى عارف أنا عم نقر الجرائد ومتحدث والحاكي هيك شي تالك في عدة أشياء كانت تثبت لو بدو زبطه أولا يعني العنوان عنوان المعركة الرئيسة كانت المشاركة المشاركة الحقيقية خلاص طبقا أما في مشاركة حقيقية أما لا زبطت مع الرئيس سعد الحريري أي بدو يقال بالجرائد نبدو الدكتور غلطة صخوري بيأخد أنا محلق سني بيأتي بالمقابل وزير سني خلصة هذه العملية هلأ عم تيجي الفريق الثاني أنه بدو يفرد أوكي ما في هذه حكومة واحدة وطنية معناتها بيطلع له مع أنه أزبط أصمية على 24 أو على 30 كدلة المرأة ثلاثة ما بيطلع له وزير أقل من واحد بس بيطلع له وزير نحن واحدة وطنية مع القوات كمان نفس الشي يعني إن الحطائل محبط طالب فيها وعدد ما بيتوافق مع خجم النية حق معيك حق معيك صح بيطلع له وزير طيب هالوزير هيدا من بدو أقرره هل بدو أقرره رئيس بره ما خلصنا هلأ إنت وقفنا التدخل السني بالحصص المسيحية من أجل أنه بلش الشيعة هني يفوتوا على هالمسيح ما لازم يتدخل بالقضايا خلي يحلوا والمسيحية ببعضهم ومش عم بيحكي هون بأسم المرادة لأنه هني ما قالوا حق ما قالوا حق يحكي بأسم المرادة بركي هني الفوضين هيدا الخبرية النواقية كانوا كمان نواب المستقلين لا ما سمعنا أستياء من المرادة يعني إنه عم بيحكي بأسمهم مش بعرف بعرف يعني كانوا النواب المسئلين كمان الفوضين الرئيس الحريري مفوضين الرئيس الحريري مثلا بسما ببتعني إنه هني صاروا يعني بدوا الرئيس الحريري يحكي بأسم اسم من المسيحية لا ما عنده خلينا نعمل يعني استقصاءات بتلاقي إنه لا ما عنده هالشي هيدا وبعدين لش بريك تعملها خلاف شيعي مع رئيس الجمهورية مش مصبوطة هالقبرية هيدا هوني أنا بعت إدلاس بي تخلح بلع الخط من الأول طريق تأليف الوزارة كانت غلاط كانت تحدي على طول كانت تحدي هون برأيك مطلوب إنه إذا الرئيس بري هالقاد مصر على تمثيل المرض وبي حقيبة معينة يعطيها من حصة يعطي من حصة ويعطي بمنابيها يعني وزير شيعي للرئيس عون لا 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 اليوم عنده مثلا الرئيس بري عنده المالية وعنده الأشغال وعنده ما أعرف شو يعني كل يوم نسمع المالية يبدو سابت الأشغال في معلومات نفضل الجادة الحسم يتلقل وما نعرف مدى صحة ياخد التربية مثل ما إذا مفروضة تربية على المرض إيه بس هل هي معروضة هو نقل عنه أنه قال خليها تنعرض جديا على المرض وأنا كفير بأنه المرض تقبل فيها بس يبدو أنه ما عم تنعرض جديا يبدو أنه كمان التيار بطن الحر متمسك فيها حسب ما عم نقرأ يعني لحقيبة التربية يعني المشكلة ما بعرف شو عارفين بأماكن مختلفة يعطيني هلا لا أنا معاش عارف نحن كمان عم نضيع لأن يوميا بالصحف في معلومات متضاربة عن الحقائب يعني لا ما بعرف أزم مش عارضين ما معرف شو عارضين على المرض الحقيقة مش عارف يعني بس أنا عم نسمع أنه الطيار وطن الحر بدو يعطيها الثقافة اللي معايير اللي كانت أصلا مع على أساس أنه على أيام الوصايا السورية الرئيس الوزير الفرنجية كان يأخذ الزراعة والإسكان أخذ مرة داخلية وقت انقتل وقت لغتيل الرئيس الحريري وما طولت هذه بس من قبل كان أسكان أما زراعة يعني مرة أخذ صحة كمان فيها فأنه مش أنه ديك الوزارات الكبيرة ومهما كانت كتلة القوات مش أكبر من كتلته بس كتلة القوات هي لحد كتير كبير موالية كانت لحد وكانت هي نوع من يعني وسيلة قوية لمجيء هذا العهد ما بدأوا الوسيلة الوحيدة لا بس وسيلة قوية كان في دور للقوات أساسي لأنه لأنه الرئيس سنيورا والرئيس والرئيس حريري والرئيس البر تلتطن قالوا روحوا تفقوا مع بعضكم المسيحية أنتوا وطعوا ونحلت أصبت الرئيس أنا مرة كنا بحفلة كوكتيل الرئيس سنيورا بقال لي طابع عندكم يعني تفقوا هاي معناتها أنه القوات عطوا الدعم أوي من هالناحية فمن المنطقي يعني أن يكون لهم دور طبعا ما بعرف عشوب التفقين بس أنه مرحلة أكبر من حجمهم يعني لأنه بينما كان المفروض كان أنه الوزير الفرنجي يكون مع جنرال عون إلا أن ينسحب جنرال عون لا ما صارت القضية لا أسباب مختلفة ما منحط لا لا ولا من نقول هذا معاود نعم بالمحصل هايكون في حكومة ولا لا برأيك ساعة السفير متى أنا بفتكر من هلأ لأخر شهر بيكون في حكومة لأنه عم نسمع أنه نقلع عن مصادر تيار الوطني الحر وكأنه الرئيس ميشيل عون وضع مهلة أنه يمكن من هلأ إلى آخر الشهر يعني آخر الشهر يعني أنه أمامنا أسبوع واحد أمام تشكيل حكومة وإلا سيقول كلمته النهائية في هذا الموضوع فبالتالي ماذا يمكن أن تكون الكلمة النهائية وماذا لو لم تتشكل الحكومة قبل آخر الشهر بننطر بعد أنه اليوم 24 بشي يعني أنه جمع لأخر الشهر ست أيام جمع 30 قبل آخر الشهر آخر شهر أربعة الجي فبالنطر هالويك أند وهالجمعة شو بيصير فيها ممكن هنا يروح يستخدم صلاحيته رئيس ميشيل عون لآخر رمى بمعنى أنه ما يوقع على ولا حكومة ما يكون راضي عليها فقط لي من أجل أنه إنهاء هالأزمة يلا لا يوقع على أي حكومة منه موفق عليها أو أن يذهب هو والرئيس المكلف إلى حكومة يمكن تقلب كل المعدلات وكل التوازنات يلي هلأ عم بيتم مراعاة بحكومة الوفاق الوطني والله الحقيقة ما حدا عنده معلومات بارس تسألي من المكان ما حدا عنده معلومات كلها عم نجرب نعمل تكهون أنا بعتد أنه ما نوي ينطر أكثر من شهر لتأليف الحكومة وهي منع معلومات أكثر من شهر يعني منذ بداية منذ انتخابه أكي الرئيس الحريري يكلف بأربع شهر يمكن هو انتخب 31-31 الأول 30-31 بيكون سرق له ثاني بيكون سرق له شهر شو بده يعمل بعده ما حدا بيعرف بجوز يصمر بجوز يمضي مثل ما قلته أنه يمشي العهد بس أنا بكتك لو بدت تصير هذه كانت صارت فيه الدستور بيقول من بألف الحكومة بالدستور بألفها رئيس الحكومة رئيس الجمهورية هن الواحدين اللي ملمين بعد استشارات نيابية غير ملزمة استشارات نيابية غير ملزمة هلأ مجلس بس الواقع يعني أنا وواقع طبعا عندك وواقع طبعا وواقع مر يعني والتاريخنا ما كتير منيح يعني مراعاة طواقف ومذاهب ومناطق و مش عبدأ حكي مذاهب عبدأ حكي عن سياسيين هادي فيها ما أضيط مذاهب لأني في كتير تفاصيل يعني بتعرقل أنا باعت بده بده سير في لازم من هلا الويك اند يدخل حزب الله على الخط بشوية تفكار إذا ما دخل حزب الله على الخط بشوية تفكار ما أعرف وراحة الحال خلينا هون نحكي بشوي أكثر عن حزب الله و العماد عون برأيك العلاقة سيئة اليوم ولكن بالسر يعني تعال شو ما أعرف أنا ما أعرف تحليل وليس معلومات تحليل وليس معلومات لأنه سمعنا من البداية من خطاب القصم أنه حزب الله ما كان راضي على خطاب القصم رغم أنه طبعا تصريحات العلنية مخالفة لهذا الموضوع ولكن تعرف عم تقرأ حضرتك كمان وعم تسمع الأجواء أيضا العرض العسكري اللي تم بالقصير مؤخرا كمان كتار شايفوا فيه رسالة للعماد عون للعهد الجديد ليه ليه أنه أنه نحنا خلينا نأس عليك أنه في حدود معينة لهذا العهد هذه هون ها هي الحدود مش أكتر من هيك ونحنا يعني قوة إقليمية تركونا بمهمتنا لأنتم ما لكم عليها فيها وما نكون أدى بالإضافة إلى ذلك أيضا في مسألة التقليف اللي كنا عم نحكي عنه يعني العراقيل وعدم التدخل وإسناد كل هذه المهمة وإيكالة إلى الرئيس نبيه بره يعني كل هذه الأمور جعلت بعض المشككين يتحدثون عن نوع من عدم ثقة أو نوع من خوف أو قلق لدى الحزب من العهد الجديد أولا نروح على القسير واستعراض القسير نعم أنه هالجنرال عون أو حتى الرئيس الحريري بدوا يوقفوا حزب الله من أنه يروح على العسورية ما عادي متفقين أنا أفتكر فيه اتفاق باعتقادي أنه فيه أشياء نحن ما فينا نحلها هاي دي خضايا إقليمية داخل فيها مية دولة نحن ما نحلها قال الرئيس حون أصلا بأكتر من تصريح ألوباع الانتخاب ومتلك الأمور الخليجية تاني شيء اللي بدي أقوله خليني خلص تاني شيء اللي بدي أقوله أنه إذا موجرها للبنان شو بدي أعمله هن موجودين في لبنان وكلنا معرف أنهم سالحين وهن الواحدين غير الجيش والقوى الأمن اللي عندهم سلاح في لبنان طبعا الليبناني كلهم عندهم سلاح بس عم نحكي عن سلاح سلاح وعنده سلاح ردع اللي هو في عنده سلاح أقوى من سلاح الجيش يعني بيقدر يردع أي ضربة إسرائيلية أنه بدي يعون ليش بده بده يخوف الجنرال عون أنه شو بدي يعون بدي يحتر لللبنان هذه ما أنه تفكر حزب الله فيعني شو ليش بده يكون موجه للجنرال عون هنا أبدا منه موجه للجنرال عون ولا موجه للعهد ولا موجه لللبنان أنا بعد توجيهاته صوب إسرائيل بس يلي فكر بهيدا المنطق اللي سألتك عنه قبل شوي لأنه البعض شايف أنه بخطاب القسم كان فيه نوع من غمز لهيدا الموضوع يعني لما بينحكي عن أنه البنان ما بده يتدخل يعني بشؤون الدول الأخرى والتزام هيدا الموضوع بعده هيدا موقفة زيت الموقف اللي عنده جنرال عون وقتل كان رئيس طيال سمعنا كثير تصريحات علنية يعني البعض فهم هيدا الخطاب وكأنه مش من حزب الله يعني مش من الحزب لا من المحللين أنه هيدا الشق من خطاب القسم لم يكن راضيا عنه حزب الله أو حتى ما يتعلق بالمقاومة لأنه تم تنولها بشكل سريع وعن بعض البعض اعتبر أنه كان الحزب يعني كل هيدا الملاحظات أوصلت إلى هذا الاستنتاج أولا ما طلعت من حزب الله ولا طلعت هيدا من حلفاء حلفاء حزب الله يعني ما طلعت من من رئيس بري أو من أمان مين طلع محللين لا معظم المحللين طلعوا هني من أصلا ما عاش فيه 14 و 8 بس من 14 كلهم هؤل المحللين وهؤل ما بيعرفوا حزب الله وما عندوا الاتصال مع حزب الله فأنا ما بفتكر هيدا موجهة الجنرال العون أبدا ولا جنرال العون موجهة خطاب القسم خطاب القسم هيدا رئيس جمهورية بدي عمل خطاب قسم لبناني طبعا يتمنى أنه يكون الجيش اللبناني هو الحامل السلاح الوحيد بس فيه نعرف فيه ظروف إقليمية فيه ظروف لبنانية وإقليمية اللي بتخلي هل أمل أو هالهدف أنه يتأجل إلى حين ما بعرف أي مطل هيدا معروفة بالعودة لسؤال الأول هل فيه حالة من عدم بغض النظر عن عرض القصير أو لا هل في حالة من عدم الثقة اليوم برأيك بين الأثنين أنا ما شفتها أنا ما شفتها أبدا حضرتك قلت أنه التفاهم بينيطن ما عم نشوفه هلأ موجود لا هلأ هني شيء يدوم تألف الوزارة هيدا قالها السيد حسن علنا أنه نحنا كلفنا الرئيس بري هو يعمل يألف الوزارة عننا هلأ هني بكلفوه هذا الرئيس بري هني بكلفوه شيء يقول هني بكلفوه أنه إذا كان هو بحط العصب الدوليب أنه بيقوله حط عصب ما أظنني هيك بتصير يعني هاي الرئيس بري نعم بس عم تقوله لازم يتدخل هون شو بيقدر يعمل إذن الحزب إذا مش قادر يمون على الرئيس بري بهالموضوع بكل شيء بدك العملية دايما بدك وسيط نعم مش قادر يمون على الرئيس بري يمونوا على بعضهم كل يطو مش إنه قادر يحكوا الرئيس بري بس اللي عم تقوله أنه هلأ هني ما عم بتدخله أنا ما شفت أي تدخل من أي واحد منه بأي وقت كان بس لأنه حضرتك قلت هلأ أنه يفترض أن يتدخل حزب الله يعني هلأ بهالأيام المقبلة لحتى يسهل الأمور مش يفترض أنا أزا ما تدخل حزب الله بتوقع أنه يتدخل لأنه ما بعرف ما عندي معلومات بتوقع أنه يتدخل وإذا ما تدخل حزب الله أقول لك لآخر الشهر ما بعرف كيف راح تصير الحالة لأنه لا يمكن أنا بستصعب أنه الرئيس عون يستمر إلى 6-7 شهر لتأليف الوزارة لا بلننألف وزارة بلنعمل نوع انتخبات جديد وبلنمشي بالعهد نعم هون نحن حتى نستفيد من الوقت قبل ما أنتقل لشق الآخر في عالنا الشق المتعلق بالموضوع الداخلي أيضا بحركة الموفدين يلي عم توصل إلى لبنان بلشنا طبعا الوزير الخارجي الإيراني أيضا موفد سوري من يومين السعودة واليوم القطري بالأمس القطري كل هذه الحركة إلى ما تؤشر وأين يمكن أن تصب في النهية خصوصا ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السعودية أنا عجبني اللي قاله الأمير خالد بن فايصان مش هيكل اللي كانت رئيسه في تقالد الفايصان هو أنه نحن ما بلنا لبناني يدخل بالخلافات العربية وهذه مهمة اللي قالها وأنا بعتد لكل هيك بدون أنه لبنان ما يدخل بالخلافات العربية في لبنانيين داخلين في لبنانيين دخلوا من هون ومن هون بالخلافات العربية يعني ما كانوا بأواء الحرب السورية بعض اللبنانيين عم يفرقوا حليب وبطنيات للسوريين لا كانوا في سلاح كان في رجال كان في مال عم يروح وكان عم يروح من الشمال اللبناني إلى أن سخدت القسير هلأ أنا بعتد أنه لبنان إذا عرفنا نحن ككل رئيس جمهورية ما بقدي بد يكون المجموعة نحن عرفنا نستغلة عنا إمكانية أنه رجع عشر سنين مثل الشهابيات أنا كتبت ما إلي بهالناحية ست سنوات عونية يعني فيها ازدهار وفيها استقرار وفيها أمن وإلى آخره ليه؟ لأنه الدول كلها كانت الدول الدولية يعني كانت روسية من البيت المتحدة من الأوروبيين أو الإخليمية الإيران أو السعودية كلهم أول شيء ملتهيين بأشياء كتير في المنطقة وتاني شيء كلهم أنه بدهم لبنان يكون محايد مستقر ومزدهر يكون هو يعني يقدر يجي السعودي من دومة يندق فيه يجي الإيراني أو الإراقي من دومة حدا يتحركش فيه وهذا أنا متأكد أنه الرئيس عون بده هالشي هذا يسير بسهو بنسبة للسعوديين ما الذي تغير يعني علاقاتهم مع الإيرانيين بعدها متوترة وسيئة والأسباب يلي سببت هذا التوتر والسوق ما زالت موجودة لبل هي اليوم ربما أكبر مما كانت عليه في الماضي الأزمة السورية ما في شيء تغير مشكلة مع حزب الله أيضا يعني يفترض بالمنطق أنه ما طرق عليها شي حسنا فهون كل هذا الواقع يلي بعده بهذا المستوى من السوق كيف تخططه المملكة العربية السعودية وهي اليوم بهذه الانطلاقة الإيجابية مع العهد الجديد كيف نفهم بجوز وتأخذ هؤلاء القرارات ما كانوا مركزين على الوضع باللبنان لأ عندهم قوة عندهم حلفاء باللبنان عندهم حلفاء قوياء كمان عندهم حلفاء المستقبل مثل حبينا ومحبينا معظم السنة باللبنان وعندهم وحتى المعارضين للمستقبل ما ننضد هذا التوجه وفيه بالمسيحيين فيه كمان أصب كبير من المسيحيين القوات الكتائب أفراد كثيرة اللي هن كمان أصدقاء وحلفاء للسعودية فليش السعودية بتجي تتركيك أنا يومتا ما فهمت هالتركي هذي وشالت إيدها وكذا وإلى آخر أوكي ألا رجعي رح يكون فيه استقرار هيدا الرئيس عون جايتي يعمل حيّل لبنان بقدر المستطاع عن هذه الخلفات لبنان فيه فرق بين لبنان ولبنانيين يعني فيها من هالناحية أنا بفتكي للسعودية لما شافت الحالة لبنان الرسمي كدولة يعني كحكوم طبعا كدولة أنا بعتقد أنه رئيس الحريري نفسه لعب دور مهم بإقناع السعوديين أنه لا أنه هن مش قضية نفوذ أو عدم نفوذ قضية وجودهم باللبنان مجيئن لللبنان روحطهم من لبنان هيك أنه هيدا هيدا مني حلالون رح نشوفها قريبا عم تترجم برأيك عودة الخليجيين إن شاء الله إن شاء الله وزير قطر مبارح ألزت الشي وزير قطر ألزت الشي ومن قبل كان السوري أما الإيراني ألزت الشي كمان يعني في في تحييد لبنان متل ما تحيط سنة 58 لبنان يعني إذا بتخلي من 58 لليوم عم تحكي عن 52 و 16 68 في فقط في فقط عشر سنين سنوات لبنانيات فيهم استقرار والبقين كلهم فيهم حرب أو عدم استقرار أو وصايا سورية أو وجود سوري أو وجود فلسطيني أو وجود ما بعرف مين كلها من وقت لآخر يعني بتعرف الحرب كيف كانت كانت هالعشر سنين نحنا قدامنا فينا نعمل ست سنين ونمددها للمستقبل من دوما نربط حالنا بالحرب السورية أو حتى بداعش أو بالخلاف السعود الإيراني نحنا واجباتنا خاصة بيعتبر الرئيس الجمهورية واجباته هو يقرب ويضيق الهوة ما بين المختلفين إقليميا واللي معكوسي باللبنان عنا هذا الخلاف هو نضيق الهوة مش أنه وسيط إقليمي لا هنا لأنه انطرحت كمانا هون هيك بالإعلام فكرت أنه أن نلعب لما دعون دور الوسيط بين الرياض وطهران هل يمكن أن تصل بعت إيد اللي حطها كان يعني ما كانت أني جي منيحة أنا ما بعت إيد قريبتها يومتها وما كانت أني جي منيحة من اللي حطت يومتها لا بجي لعب دور هون بتقرب ما بين حلفاء أو أصدقاء إيران وأصدقاء سعودية في لبنان يقرب ويدي أهل هو بينتهم أي هيدا دوره كرأي جمهورية وهيدا لتخلى عنه الرئيس السابق تخلى عنه تخلى عنه تخلى تام بأيام الرئيس لاحول ما كانت موجودة هالأشياء اليوم هاي موجودة وهيدا نحن دور الرئيس أنه لبنانيا يخفف الهو على تحكس أخليمية المهمة سهلة برأيك وممكنة تخفيس صعبة وأنا مفتكر إذا نجحت بلبنان تنجح باليمن تنجح بالبحرين تنجح بغير دول كمانا تساؤلات هل هناك من يراهن أيضا على إبعاد العمد عون عن حزب الله وإذا كان هناك منية بهيدا الاتجاه فكيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر في العلاقة وفي حتى نجاحه للرئيس عون بهيدا المهمة يعني انتزاع هذه بين الفريقين خلينا أكد لك عن معرفتي بجنرال عون ما أسمع إلا أنه لا يمكن لا يمكن جنرال عون من اليوم الرئيس عون أنه ينقض الاتفاق التفاهم مع حزب الله هذا التفاهم بيعتبر أنه كل اللبنانيين لازم يتبنوا قد ما تقرب من السعوديين كرئيس للجمهورية لأنه كمال بعضهم بقول أنه كثير اليوم في ثقة بالعماد عون من قبل السعوديين يعني بوقت أنه قبل كنا عم نسمع قبل انتخابه يعني أنه ما بيوسقوا فيه السعوديين وعندهم مشكلة معه اليوم شفنا هيدا التحول يلي كنا هلأ عم نحكي عنه صار في تغيير بالسعودية اللي حكي أنه ما عندي ساقة فيه الله يرحمه هو سعود الفيصر سعود الفيصر كان وزير خارجية وهو يوم بعد اجتماع الجنرال عون برئيس سعد الحريري من سنتين ثلاثة راح ويوم متى كانت القوات والدكتور جعجع ضد الجنرال وليد جملات الوزير جملات كان ضد الجنرال كلهم راحوا على فرنسا شافوه والرئيس السنيورة اللي بعده ضد راحوا على فرنسا وشافوه لأمير سعود الفيصر كان بفرنسا ويوم متى عامل تصريح أنه لأ نحن ما منرضى فيه سعود الفيصر عنده عنده مشكلة من سنت 89 من الطائر لأنه لو يرضى معه جنرال عوني ومتى رئيس كان يوم بالطائف كان هو فات على لبنان على حصان عبيض وهيك كان حبي يعملها بما أنه بما أنه ما زبطت هيك بعد سنة صار اللي صار صار اشتياح لكويت ودخل العالم كله حرب كونية تاني ضد صدام وبدون سوريا والآخره وسلمونا لسوريا كانت ثمن لبنان كانت ثمن لبنان فهيدي سعود الفيصر ما بينسه ومش هو اللي وحد لبنان رجعه يعني مش سعود الفيصر هو كان يتمنى أنه هو يعمل لأن حتى يومتا كان مرشح بجوز لشي تاني بالمملكة هايدي لا الملك سلمان اللي فيها ولا ولي العهد الولي والولي العهد اللهم فيها يعني ما كانوا بيعرفوا فيها ما قالوا مخصة فيها بس أنا كمانا كنت عم بسأل أنه هايدي السعودية الجديدة اللي عم تقول عنها يعني ما عندها مشكلة مع العماد عون عندها مشكلة كبيرة مع الحزب طبع ومع إيران بس نحن هون بالسياسة الداخلية البلدية ما نضد السعودية ما نضد إيران ما نضد العراق ولا سوريا ولا شيء ولا من ندخل باليمن نحكي شوي عن سوريا أيضا أبما أتوقف مع الفصل الإعلاني ومن بعده من روح على أمريكا السوريا هون كيف رح تكون يعني ما الذي سيحكم اليوم بالعهد الجديد علاقة لبنان الرسمية مع السعودية مع سوريا هون طبعا في مشهد يعني انسحاب رئيس الحكومة سعد الحريري لتجنب مصافحة السفير السوري وطبعا هيدا إلى أبعاد بالسياسة شو ياللي رح يحكم هالعلاقة بالمنحل المقبلة يمكن لو كان رئيس مجلس النواب من حزب الله كان انسحاب وقتل السفير السعودية عاية بتصير بين الدول يعني عندنا في لبنان في أحراج للرئيس سعد الحريري نسحب بيها بس كما كنا سألنا سؤال نفسه يعني مش لأنه الرئيس الحريري بس لأنه اليوم برئيس حكومي غير مستعد حتى لمصافحة السفير السوري بمناسبة رسمية يعني مزبوط أنا ما بشوفها كبيري بس بشوف أنه مين كان عبي طالب بسفارة سورية في لبنان هي وزارة السنيورة وزارة الرئيس فوق السنيورة وشأيت ما إيش السفارة ما أنت بدك سفارة إيش واللبنان الرسمي لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع مع السوري فبتل هو اليوم سيئة الفئة رافضة صفح السفير مثل كأنه أنا عبنت أدى يعني مثل كأنه ما بدك سفارة سورية لا بنا سفارة كنا حامل ناضر يعني الصف المسيحي كان عب يحكي ببنا سفارة سورية من سنة 43 واعتبر إنجاز يعني لما صار فيه اعتبر إنجاز طبعا هذا السفير ما بيعش باك لا أنه عب يعكس سياسة بلاده إذا عجبك معناتها مش عب يحكي ولكن كيف رح يتأثر بسياسة العهد الجديد هي اليوم السلطة التنفيذية الحكومية يعني كيف رح يكون الانعكاس مش هيك حكينا هون عن ما الذي سيحكم هذه العلاقة في ضوء هذه القناقضات لن نتدخل بالحرب السورية ومعظم منه الحدود مع السورية صارت مشكلة بس معظمها أمنة وهلأ الحرب السورية معظمها فوق بالشمال يعني مش عنا في لبنان في ناس في جيوش من حزب الله أو عناصر حزبية هناك هذه عناصر مش رايحة بقبول الدولة اللبنانية أو رفضة لأنه نحن أفراد نحن في لبنانية كثير بيروحوا مثلا على البيت المتحدي بدخلوا بحارب أو كذا بس أوكي هون غير شكل القيادي باللبنان يعني بتضل العملية غير شكل لكن هذا واقع بلننطر حل إقريمي أو حل دولي لهذه القضية قبل ما نقدر نحن نتصرف مباشرة هلأ نحن في حكم بسوريا في نظام في رئيس اسمه دكتور بشار الأسد في عنا سفيرهم بلنا نحترمه لأنه هذه قناعاتنا نبنى هالشيء هيدا نعم اسمح لي توقف ساعة سفير مع فاصل أعلاني بهذه الحل أمن بعد ننتقل للقسم الثاني والأخير مثل ما قالنا ما هو المتوقع من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الداخل الأمريكي وفي السياسة الخارجية فاصل ونعود ابقوا معنا نتابع مشاهدين هذه الحلقة مع ضيفي سفير لبنان سابقا في واشنطن عبدالله أبو حبيب وفي هذا القسم الأخير ننتقل للحديث عن رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والتوقعات بشأن الداخل الأمريكي والسياسة الخارجية نبدأ في الداخل الأمريكي قبل السياسة الخارجية لأنه بنا نختم خارجيا الشرق الأوسط سوريا داعش ولبنان بالنهاية في الداخل الأمريكي ماذا سيتغير بعهد الرئيس الجديد أولا نحكي عن دونالد ترامب صعبة لا بالخارجية ولا بالداخلية تقدر تتكهني وتطلع لأنه ما عنده ماضي بهالشي هيدا كلها ملوئة من انتخابات حكي حكي الشي وضده بعض لويت من السياسة الخارجية ما فينا نعوّل يعني على المواقف التي أطلقها خلال حمضة الانتخابية لا فينا في كتير اليوم شي بقوله دونالد ترامب المرشح هو دونالد ترامب الرئيس ما رح يغير وفي بعض التعيينات بتدل على بتدل على هيك شي يعني فمن هون يعني أنه صعب يكون واحد دقيق فيها لكن رح تكون في صعوبة كتير مثلا اليوم لأن كل الأمنيين اللي عبيجوا كله من هال اليمين المتطرف اللي بده شدده كتير على العرب والمسلمين دخول أمريكا وبتخلق مشاكل هدي اللي بعض مننا المسيحيين بفكر أنه هادي واو هاي شي مني لا مثلا أنا اسمي شو عرفوا أنه أنا مسيح الأمريكي بيعرفوا أنه عبدالله وحبيب ماروني من الروم ما بيعرفوا لشي هذا بدأت طال الكل يعني بدأت طال كل هاي تاني شي نقطة إلا يعني هون بإسمت ما عم تحكي حضرتك إلا اللي اسمه هون يعني بيدل على ولا ولا بدأت طال الكل على كل الأحوال حتى شو خمّنتي أنه إذا اسم جورج بخمنه أسر الأمريكيين بخمنه اسم جورج عادي يعني بكل العالم يعني ما عرفينه المسلمين ما بي مش أنه كل أمريكيين يعبليك في كتير هيك تاني شي إنه كل مرة الأمريكي مش الأمريكيين الغرب عبي أحكيه تاريخيا بيأخد مواقف متطرفة من الإسلام هاللي عبي نضرر فيه المسيحيين وقت إيجا جورج بوش ذات الفئة هاللي أيدت الحرب بوش على المنطقة هي اليوم أيدت ترومب شو نتيجة حرب بوش على المنطقة معش أنها مسيحية بالعراق بسوريا ما عدا الودي النصارى على المنطقة اللبنانية السورية ما في مسيحية بها كلهم من الرأم القامشلي معظمهم هربوا وكلهم بدهم ما بدهم يبقوا هون بقى كلهم رايحين على السويد وعا أمريكا وعا كندا وينما كان لا يعني التدخل منه رصالح أنا ما بشوفه رصالح أنا كنت ضد حرب بوش سنة 2003 وكل أصحابي وأقاربي كانوا ليموني اللهم بكرة بتشوفه وشفنا يعني ما بتنفع هالأشياء بلأنه بلأيك الشريحة نفسها تقريبا تقريبا صوتت لدونالد ترامب في هذا الاستحقاق الأخير لا ما وقت الانتخب بوش وغور ما كان في هالمشكلة هذي بس وقت من بعد 11 أيلول صارت هالمشكلة هذي فيها صار في دعم قوي لبوش و2004 عام عيد انتخب بوش ذات الجروب هي صبت له بس ما قالوا تأثير على بأي ولاية نعم اسمح ليساعد سفير بيتوقف مع فاصل كمانا بيختم هالحلقة ما بعد في فاصل فاصل ومنرجع منتابع خليكن معنا نرجع مشاهدينا منتابع هالحلقة ساعد سفير كنا نحكي عن دونالد ترامب خلينا شوي نحكي هلأ ما تمقلنا أول شيء عن الداخل التغجيرات المتوقعة في الداخل لافت هون أمر غريب أنه بالعدد الناس يلي عم بتصوت أو صوتت لترامب تبين أنه هيلاري كلينتون سبقته بمليونين تقريبا من الأصوات ولكن نظام الانتخاب الأمريكي مثل ما نعرف نفيه قصة المندوبين وهيك هو يحصل على الأصوات أكتر منا ولكن هذا الأمر إلى ما يؤشر أنه عدد الناس أكتر يلي صوتوا لهيلاري كلينتون من دونالد ترامب اليوم مثلا تخري كاليفورنيا البحطة هي بشي 65% كاليفورنيا فيها 55% مندوب بتربح ل55% هي لكن الفرق هائل كاليفورنيا فيها شي 15 مليون صوت يعني أزاخر التلتين أخرت 10-5 شوف الفرق هوني كوي ما معرف عم بزوط الأصوات هي عندها الولايات الكبيرة والولايات الكبيرة الفرق حتى من نيويورك هو من نيويورك كمان كان الفرق هائل نيويورك عندها شي 34-35 صوت الولايات الوحيدة اللي عنده يهوة كبيرة هي تاكسيس تاكسيس بس مش كتير الفرق أخشي 45-55 بقت ما بقى الولايات الكبيرة التالية فلوريدا بنسلفينيا أو مشيقان أو أوهايو كانت على المنخار يعني الفرق قليل فهيدي كان كمان عندها هي إلينوي إلينوي شي هائل يعني حوالي أوباما من إلينوي وهي من إلينوي أصلا فعندها حوالي 60-40 هل هذا الواقع يعني يدفع لإعادة النظر ربما بالقامود الانتخابي لنظام الانتخابي الأمريكي؟ صار من قبل صار أنه هون يلي بيربح ما عنده عدد الأصوات أكتر يعني ولكنه بيربح هذا نظام فدرالي هذا نظام فدرالي مثل عنا هون يعني حتى إذا عملت الانتخاب رئيس بتطلع النتيج ممثلي على أساس فدرالي لا صار من قبل هاي سنة الألفين ألغور اللي سأت أخذ كمان حوالي زيت العدد أكتر اللي كان ديمقراطي كمان أكتر من بوش هاو إلا المليونين تقريباً فاول مليونين لا لأنه الولايات الكبيرة بأكسرية بتعرف اليوم صارت أصب كبير منها مدن وريف بالمدن في كسافة سكنية هالي فالمدن مثلاً اللي خصرها مثلاً بانسلفانيا لإلالة يونتون والريف مش المدينة فلدالفيا أو بيتسبرك أخذتهم هاو دي مدن كبيرة نعم هون بالتغييرات المرتقبة في الداخل تحدثنا عن مسألة الأمن الداخلي يعني وقصة المهاجرين بتتوقع هون أن ينفذ كل ما تحدث عنه في حملته الانتخابية بهذا الموضوع بالذات مسألة المهاجرين والمسلمين عادة معظم الرؤسة ما بينفذوا اللي بيوعدوا فيه كل اللي بيوعدوا فيه خلال الحمل الانتخابية لكن ما إجاب تريق أمريكا شخص مثل دونالد ترمب عام الرئيس يعني اليوم مثلاً كان كل رئيس شو عنده أموال شو عنده بصالح يحطها بترست بمأمن أو وحنم بيديرها هو ما بيتعاطى معا هلأ بس الانون ما بقول هيك هلأ ترمب بقول ليش بدي أعملها الانون ما بقول هيك يعني وقت تهمته أنه ما دفعت مصاري ضريبة قالنا ايه بس ما كسرت الانون طلع مش كسر الانون وقالنا كان بكبور الحبس لو كسر الانون يعني بيعرف يستعمل الانون للآخر رح يستعمله رح تطلع عنده مشاكل كتير بوجه إلا هو ضد الأعراف هو كمان صورة على الأعراف هو صورة أنه هالأسليم اللي كانت ماشية بالسياسة الأمريكية بتغيرها بس هل من السهل أنه يغيرها يعني هون بدنا ناخد بعين الاعتبار المستشارين الكونغرس يعني كل هالإدارة الأمريكية وكالات الاستخبارات مراكز الدراسات كلها يلي بالنهاية يعني بالنتيجة التغيير بدي يجي من الكونغرس لغاية هلأ الكونغرس هو أكترية جمهوري ومعه أنه بدي أعطوه تشانس ما معرف إديش بديك تشوفه إديش يعني مثلا اللي حطه بالسياة أي واحد متطرف بس من الكونغرس نايف واللي جابه هلأ على وزارة التربية بقى لخصة بالتربية إلا ونجيب واحدة حاكمة ولاية سوس كارولانا الكارولانا الجنوبية من أصل هندين من أبين مهاجرين يعني من والدين مهاجرين هنون والأب نعم حطه بالأمم المتحدة ما بتعرف شي سياسة خارجية فبنبلش على جديد أنه إذا كنت زكي بتعرف على الأشياء هذه ما بدك ما عندك مشاكل ألا بتوقفين بجيب وزارة وزير خارجية وزير الدفاع وزير الدفاع يقال كمان واحد مثل مستشار الأمن القومي طبعه مثل طبع السياسة كلهم جماعة متطرفين هذا بتأثر بالسياسة الخارجية اللي ما نحكي عنها بعد شوية يعني يعني الخارجية والسياسة والدفاع كلهم بأسره بالسياسة الخارجية نعم خلينا هون ننتقل لأن الوقت عم بي يعني يمر بسرعة السياسة الخارجية ماذا سيتغير أيضا خصوصا ما يعنينا يعني الشرق الأوسط سوريا ولبنان لكن حتى بالسياسة نخلي فيه شوية تغيير بقضية أوباما كار رينغان نعم فيه أشياء كتير رح يحافظ عليها من أوباما كار رينغان وبن الخارجية مثلا هو طمن الأوروبيين من خلال ترمب ومباشرة أنه لا ما رح أعمل شي جزري اللي خربت علاقات بيناتنا طبعا هو هدد كمان لكن ما أظن كمان رح يعمل شي اللي بخربت العلاقات بين الولايات المتحدة وغيرها الآن الآن الشي الوحيد اللي اللي معقولي خربت هو هل هو قال بخلال الحملة الانتخابية أنه نحن عدونا الوحيد بالمنطقة هو داعش وكل واحد عبي حارب داعش هو معنا نحن يريد نكون حلفاء هكيف تترجم وقال لا مش تترجم وسمى الرئيس السوري وسمى من هالناحية من هالناحية هذه ما قال ما جاء بسيرة إيران وقال تركية بتساعدنا أنه نحن من نمشيين فيها بدنا نمشي فيها هل هل بيترجمة هل السعودية بيقناعو غير شكل كيف رح تكون علاقتم مع روسيا أيضا يعني سؤال كبير وقال الروس عب حارب داعش وبدأت في أنوية نعم تكلتنا حارب داعش لبنان لأنو الوقت انتهى للأسف لبنان كيف في أي تغيير بالسياسة الأمريكية رح يكون هدفهم شيئين أولا استقرار بهذه الدولتين ومساعدة القوات المسلحة لمحاربة الأرهاب نعم شي نعم نشفقه هلأ رح يستمر يعني بعهد دونالد اللي هو زيته بالأردن وهون باللبنان نعم أنا بشكر حضرك معنا اليوم ساعدة سفير عبدالله أنا بتأسف أتأخري لا أبدا بالعكس أهلا وسهلا فيك نحن نتفهم يعني السبب أهلا وسهلا فيك أيضا بشكر المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة وإلى اللقاء في رد اشتركوا في القناة